موسيقى نشرة الحادية عشر مساء من الميادين والبداية مع العنوي موسيقى وزير الخارجية الإيراني يسور سلطنة عمان ويلتقي رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام ويشدد على أنه لا حل للأزمة في اليمن سوى الحل السياسي رقاءات ثنائية تسبق شولة جديدة من المفاوضات في فيينا بشأن النووي الإيراني وموسكو تتحدث عن تفاؤل حذر موسيقى روسيا تطرد دبلوماسيين من أربع دول ولفروف يحذر من رد روسي قوي على أي محاولة أمريكية لتجاوز خطوط روسيا الحمر فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية والاحتلال يستمر في منع صيادي غزة من مزاولة عملهم في بحرها موسيقى وزير الخارجية المصرية اتهم إثيوبيا برفض الوساطات الدولية والأقليمية لحل أزمة صد النهضة مساء الخير التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط وذلك ضمن زيارة للسلطنة تستمر يومين وخلال اللقاء دعا ضريف إلى وقف الحرب المفروضة على اليمن وفق قوله مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لإنهاء أزمة اليمن هو التوصل إلى حل سياسي كما جدد ضريف دعم إيران الكامل لوقف إطلاق النار وبدء حوارات يمنية يمنية ضريف التقى في مستهل زيارته نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات سياسية تم خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتأكيد الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات كما تبادل الجانبان وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الأقليمية وكذلك الدولية وتأكيد ضرورة حل النزاعات عبر الحوار زيارة ضريف سبقها كلام لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال فيه أن السعودية تطمح إلى إقامة علاقة جيدة ومميزة مع إيران باعتبارها دولة جارة دعيا أنصار الله إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار في اليمن فما هي المعطيات التي دفعت ولي العهد السعودي إلى هذا التحول المستجد؟ لهجة ابن سلمان الهدئة تجاه إيران ودعوته أنصار الله في اليمن إلى طاولة المفاوضات تحمل ومن دون شك رسائل إيجابية تجاه طهران لكنها تعكس في المقابل حجم المأزق الذي تعيشه الرياض في ضوء متغيرات إقليمية ودولية عديدة يدرك ابن سلمان القلق من التقارب الأمريكي الإيراني أن الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران مسألة وقت ليس أكثر ولذلك يريد أن يستبق هذا التقارب وأن يعيد بناء جسور مع طهران تضمن له موقعا في إطار المتغيرات التي ستشهدها المنطقة متغيرات يربط البعض بينها وبين اللقاءات التي تم الكشف عنها في بغداد بين وفدين عسكريين إيراني وسعودي ويرى هؤلاء في كلام ابن سلمان غير التصعيدي إشارة إلى نيته مواصلة اللقاءات بين السعودية وإيران على المستوى الأمني تهديئة سعودية يقابلها حرص إيراني ودعوة دائمة للبدء بحوار جدي من أجل الأمن والسلام في المنطقة لكن لإيران ثوابت لا تريد أن تحيد عنها بشأن الاتفاق النووي وأولها رفض أي تعديل عليه الملف الشائك الآخر للسعوديين هو حربهم على اليمن أكثر من ست سنوات انقضت على إطلاقها فشلت خلالها السعودية في تحقيق أي من أهدافها بل على العكس استطاع الجيش واللجان الشعبية توسيع نطاق السيطرة داخل البلاد وتطوير قدراتهم العسكرية إلى حد تهديد مواقع استراتيجية مهمة في العمق السعودي بات اليمن بالنسبة إلى الرياض مستنقعا خاسرا تخوضه مع انفضاض أبرز داعميها عنها ففي واشنطن إدارة أمريكية جديدة قررت أن ترفع غطاءها عن حرب اليمن عبر وقف أشكال الدعم كافة وأكثر من ذلك فرضت للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الوثيقة بين البلدين عقوبات على شخصيات سعودية على خلفية قضية خاشقجي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن من قام بنشر التسريب الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ضريف يرغب في إثارة الخلافات والانقسام في البلاد وشدد على أن الشهيد قاسم سليماني كان أفضل مستشار للحكومة في السياسة الخارجية في المنطقة مؤكدا ألا تعرض بين العملين الدبلوماسي والعسكري في الساحات الشهيد سليماني محل احترام الجميع لقد كان شخصية نشطة وذكية وصادقة ومخلصة ومضحية في مختلف الساحات الشهيد قاسم سليماني أحبط مؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة وواجه داعش في أحلك الظروف وكان أفضل مستشار لنا في السياسة الخارجية في المنطقة وأثار نضاله مشهودة في كل الساحات من اختال الشهيد قاسم سليماني هو الكيان الصهيوني وترامب كان العامل المباشر لعملية الاغتيال انتهت اللقاءات الثنائية في فيينا بين إيران وأطراف مجموعة الأربع زائدا واحدا بالاتفاق على الاجتماع الأسبوع المقبل وأفاد المندوب الرسي مخايل أوليانوف بأن هناك تفاؤلا حذرا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي أوليانوف قال أن المشاركين في خطة العمل المشترك يتفقون على العمل بجدية أكبر للتوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي في نهاية أيار مايو المقبل لكنه لفت إلى أنه أكثر صعوبة ويحتاج إلى فترة زمنية أطول ولمناقشة المحادثات النووية انضم إلينا من فيينا مدير مكتب صحيفة الأهرام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السيد مصطفى عبد الله مساء الخير دكتور مصطفى أبدأ من كلام المندوب الروسي أوليانوف يتحدث عن ما أسماه تحديدا بالتفاؤل الحذر وقال قريبا سوف نشطب كلمة الحذر ما الذي قصده بهذا الكلام إلى أين وصلت مرحلة المفاوضات وهل يمكن الحديث عن مرحلة تسبق صياغة الاتفاق أو وضع النقاط على الحروف من خلال هاتين الجولتين مساء الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين الكرام أولا روسيا النهاردة أعلنت أن فيه اجتماع غدا إن شاء الله جولة جديدة للمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى اللي تم توقيعه في 2015 وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أن ميخايل أوليانوف منذوب روسيا الدائم للمؤسسات الدولية في فيينا قال إنه نخطت لإكتماع سنائي جديد بين وفدي واشنطن وموسكو حتى يكون هناك نوع من التناغم لإعادة الموافقة على الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 وبعد ده خصوصا بعد من سحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاجتماع الحقيقة يعني هناك نوع من التفاقل خصوصا إن يعني بعض الدول الكبرى بتعمل جاهدة أن يكون هناك نوع من التناغم ونوع من التوافق مع إيران وبطلب إيران بعدم يعني التزمت أو ما يكون شيء يعني عندها نوع من القوة في المباحثات ويكون عندها نوع من التوافق مع الدول الكبرى كيف يمكن تقييم دكتور مصطفى ما تطرحه واشنطن حتى الآن في هذه المباحثات في اتفاق للدول الكبرى كما ذكرت يعني خصوصا روسيا نتحدث الصين وحتى الدول الأوروبية بضرورة رفع العقوبات عن إيران واتخاذ هذه الخطوة من أمريكا حتى الآن كيف يمكن تقييم الطروحات التي وضعتها على الطاولة واشنطن الحقيقة هو دشرت من ضمن الشروط الأساسية التي تهران وضعها بأن لابد رفع العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وإذا لم ترفع هذه العقوبات ما هيكون فيه هناك أي جدوة لأي اجتماعات أو لأي تفاهمات حول موضوع الاتفاق النووي فالجميع دول الكبرى بتحاول مع الولايات المتحدة أنه يعني يلغو العقوبات المفروضة وفي نفس الوقت بيطلبوا إيران بأنها ما تكونش متزمتة أو ما تسعاش إلى رفع درجات الخصوبة وفي نفس الوقت تتنازل عن مواضيع السواريخ الباليستية يعني أفهم من هذا الكلام العودة إلى الاتفاق النووي بشكله الأصلي عام 2015 دون أي تعديل بهذه البنود مزبوط مزبوط كلام حضرتك وهل ستقبل بذلك الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في ضغوطات داخل الكونغرس على بايدن بالقبول بهذا الشرط ونحن نتحدث اليوم أيضا جرى لقاء ما بين الوفدين الإسرائيلي والأمريكي الذي قيل بأنه تم تحييد الخلافات الإسرائيلية الأمريكية بشأن المحادثات النووية ماذا يعني هذا الكلام دكتور مصطفى أعتقد أن هناك مراجعة بخصوص العقوبات وفي توجه جديد للولايات المتحدة الأمريكية بأنهم يعني يرفعوا العقوبات حتى يمكن العودة للاتفاق النوو الموقع ما بين الدول الكبرى اللي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 لأن إذا تم نوع من التوافق ما بين الدول الكبرى وما بين إيران أعتقد أن في هذه الحالة ممكن إيران إلى حد ما تتنازل عن بعض الشروط أو التعاملات اللي هي مسكة بيها أو زيادة التخصيد في الفترة القادمة بس ده كله راجع للاجتماع المنتظر أنه يستأنف جدا في فيينا وما يصفر عنه من تفاهمات وتوافقات ما بين الدول الكبرى وما بين إيران وواضح أن وزير الخارجية الإيراني إلى حد ما هيحاول أن يكون هناك نوع من التفاهمات بشرط رفع العقوبات الأمريكية يعني المرونة لدى الإيرانيين تبقى في المسائل الأخرى بتنفيذ الشرط الأساسي رفع العقوبات كليا عن الإيران طيب أستاذ مصطفى أيضا إذا ما ذهبنا إلى الهواجس الإسرائيلية هل يمكن الحديث عن تجاوز ذلك من قبل الأمريكي حتى الآن وهل تضع عن الهواجس الإسرائيلية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني هل تجاوزت ذلك إدارة بايدن الحقيقة يعني إلى حد ما هناك نوع من التجاوز ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبيدن بيحاول يعمل عملية تقريب لوجهات النظر علشان ما يكونش فيه هناك أي صدام مع إيران لأنهم عارفين أن إيران أصبحت دولة يعني بتعد من الدول القوية أو الدول الكبرى فمش عايزين يكون عندهم أي صدام مع إيران مباشر الوقت لمصلحة من أستاذ مصطفى حتى الآن يعني إيران تقول يعني الاستماع أو التماهي أو التسرع باتخاذ قرارات في الاتفاق النووي وإطالة هذه المحادثات يعني غير مفيد بالمقابل الأمريكي هل لديه أجندة واضحة أنه بالجولة المقبلة سيصل إلى هذا الاتفاق هو طبعا الرأي اللي بيقوله إيران مظبوط أن التطويل في المفاوضات غير مفيد ولكن أنا يعني من وجهة نظر الشخصية شايف أن بايدن بيحاول بقدر الإمكان أنه يعالج الأمور اللي حصلت في الفترة السابقة من الرئاسة السابقة يعني منذ عام 2015 بالاتفاق السابق الآن بالشكل الحالي إذا ما تم التوصل إلى يمكن وضع الإطار بهذه المحادثات أو غدا بالسئناف هذا يوم الخميس هذا اللقاء ما المقصود بالعمل الجدي الذي تطرق إليه أوليانوف المندوب الروسي والأطراف الممثلة للدول الكبرى يعني حتى الآن مبهم المصطلحات التي تستخدم أستاذ مصطفى هو هناك يعني رغبة في استئناف المحادثات وده ده جاي من ضمن المساعي اللي بتقوم بيها يعني أن واشنطن تعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي لأن لو عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي هيكون فينك نوع من التوافق مع بين الدول الأوروبية كلها ومع إيران لأن إيران متمسكة يعني بحقها في تقصيد وفي نفس الوقت متمسكة بحقها في أن هناك ضرورة لرفع العقوبات أولا قبل أنها تدي أي تنازلات أو تدي أي موفاة بخطة العمل المشتركة التي سيتفق عليها الأطراف هل يمكن نحن نتحدث عن الشهر أيار مايو المقبل صياغة نهائية لهذا الاتفاق النووي مع رفع العقوبات مباشرة أستاذ مصطفى وما هي المرونة؟ بأي نقاط المرونة لدى الإيرانيين يمكن أن تطرحها؟ لو تم رفع العقوبات كاملة ممكن في هذه الحالة أن يكون هناك مرونة من الجانب الإيراني وممكن أن يكون هناك اتفاق كامل مع جميع الدول دون أي تعديل؟ لا دون أي تعديل هم مشتربين تعديل هل تم التطرق إلى ملفات أخرى بالمحادثات الجانبية لهذه المحادثات في فيينا أستاذ مصطفى فيما يتم ربطه وكانت تسعى إسرائيل ودول أخرى متضررة من الاتفاق النووي يعني ربط مثلا الملفات الإقليمية قوة إيران البرنامج الصاروخي تم التطرق والحديث لأنه في تسريبات إعلامية تتحدث أنه كان في محاولات أمريكية في بداية الجولة الأولى التطرق إليها فعلا كان هناك في نوع من التطرق ولكن إيران متمسكة بحقها في البرنامج النووي بتاعها وفي نفس الوقت متمسكة بضرورة رفع العقوبات قبل ما تدي أي تنازلات في أي اتفاق شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى عبد الله كنت معنا من فيينا وصف وزير الخارجية الروسي سرغيي لفروف التصريحات الأمريكية الأخيرة حول روسيا بالفصامية محذرا من تجاوز الولايات المتحدة خطوط روسيا الحمر يأتي ذلك فيما يتصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن إلى ما يشبه حربا باردة جديدة تقرير مريم عثمان رغم أنه لم يخصص في خطابه السنوي المعهود سوى دقائق قليلة للحديث عن سياسة بلاده الخارجية إلا أن الرئيس بوتين أرد من خلال تلك الدقائق توجيه تحذير مختصر وواضح للغرب من أي تجاوز للخطوط الحمر مع روسيا الخطوط التلك أعاد وزير الخارجية الروسي سرغي لفروف تحديدها من جديد في تأكيده أن موسكو سترد بقوة على أي محاولة من قبل الولايات المتحدة لتخطيها في حال لم تقرر واشنطن التخلي عن محاولاتها لإحياء عالم أحدي القطب ولم تختر المحادثات فذلك يعني أننا سنعيش في ظروف حرب باردة أو ربما في ظروف أسوأ من ذلك أعتقد أن هناك بعض النظامات الفصامية في تصريحات بعض الشخصيات في واشنطن حول العقوبات على روسيا الفصام السياسي الأمريكي تجاه روسيا بحسب تعبير لفروف ظهر في الكثير من تصريحات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن جهود أمريكية لعقد قمة بينه وبين بوتن في صلب خطاب أعلن خلاله فرض سلسلة عقوبات على موسكو فيما تعتبر المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن العقوبات الأمريكية على روسيا تحقق أهدافها في خفض التصعيد معها وبين تمسك إدارة بايدن بسياسة العقوبات تجاه روسيا في أيامها المئة الأولى وتأكيد روسيا بالرد على أي تجاوز أمريكي يخيم شبح الحرب الباردة على العلاقات بين البلدين يعززه تصعيد ديبلوماسي أوروبي أيضا في وجه موسكو التصعيد هذا يبرز تساؤلات مشروعة طرحتها صحيفة The National Interest تمحورت حول الانتقام الروسي المحتمل من التصعيد الغربي ضدها وحول الردود الغربية المتوقعة على أي رد روسيا صارم قررت وزارة الخارجية الروسية طرد سبعة ديبلوماسيين من اسلوفاكيا ولتوانيا ولدفيا وأسطونيا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل ردا على طرد مبعوثين روس الخارجية الروسية أعطت مهلة أسبوع لثلاثة ديبلوماسيين من اسلوفاكيا واثنين من لتوانيا وواحد من لدفيا وآخر من أسطونيا لمغادرة البلاد واتهمت روسيا الدول الأربعة بإظهار تضامن زائف مع جمهورية تشيك التي طردت ثمانية عشر ديبلوماسيا روسيا لديها أعلن جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود توجه طرد موسكو إليه لإجراء مناورات فيما تجول بوارج أمريكية في هذا البحر المناورات تتضمن تدريبات مشتركة مع مروحيات تابعة للقوات البحرية الروسية وقوات الدفاع الجوي وكذلك لتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميادين بحرية متعددة ويؤكد خبراء عسكريون روس أن طرد موسكو يعد اليوم أقوى سفينة حربية روسية في البحر الأسود قادرة على الاطلاع بمهمات عديدة هذه النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم نقل مراسل الميادين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الاستنفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بانتظار اجتماع القيادة الفلسطينية في رمالة غدا لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات في القدس إلى ذلك تواصل جماهير القدس فرض وجودها في باب العمود برغم تهديدات الاحتلال ومنظمات إسرائيلية ولليوم الخامس على التوالي زحفت جموع المقدسيين من المسجد الأقصى إلى باب العمود رفعة الإعلامة الفلسطينية إلى جانب هتافها للقدس هذا وعبرت مصادر أمنية إسرائيلية عن خشيتها من أن يؤدي منع الاحتلال الانتخابات في القدس إلى اندلاع انتفاضة شديدة تطال جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والضفة الغربية وقطع غزة قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال تخشى اجتداد حدة المواجهات في القدس مع اقتراب يوم القدس العالمي وفي غضون ذلك نظم التجمع الشبابي لنصة القدس في الأردن وقفة تضامنية مع المدينة وأهلها التظاهر أتت في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة المقدسة حيث أكد المشاركون أن الهدف الأسمى للأردنيين هو دحر الاحتلال من خلال دعم المقاومة بكافة أشكالها رسالتنا للعدو الصهيوني وسفارته هنا في عمان أن أرصدوا الشعب الأردني أرصدوا أهميات وأولويات الشعب الأردني الأولوية الأولى هي دحركم الأولوية الأولى هي رفض التطبيع معكم الأولوية الأولى هي إنهاء وجودكم على أرضنا في فلسطين هذه الرسالة إلى بني صهيون وإلى كل حكومات العالم أن الشعب الأردني يقف مع أهلنا في بيت المقدس وفي كل فلسطين لدحر هذا الاحتلال نحن لا نعترف بالاحتلال ولا بسيطرتها على شبر واحد من أرض فلسطين ونحن ندعم المقاومة في فلسطين اليوم مطلوب ما هو أكثر من الأقوال الدبلوماسية نحتاج إلى أفعال الدبلوماسية وقف معاهدة وادي عربة وقف معاهدة واتفاقية الغاز نحن بحاجة أن نكون في موقف واضح طرد السفير وإغلاق هذه السفارة اليوم هذه الاتفاقيات التي كبلت الأردن والتي هي تهديد على المستقبل الاستراتيجي للأردن وللأسف اليوم نحن نعاني بسبب هذه الاتفاقيات وأكبر المعاناة اليوم ما يحصل في المسجد الأقصى والتعدي على السيادة الأردنية التي ليست هي بالمناسبة سيادة مختصرة على الحكومة أو على جهة رسمية هي سيادة تتعدى لكل أفراد الشعب الأردني أكدت حركة حماس رفضها فكرة تأجيل الانتخابات أو إلغائها مشيرة إلى أنها ليست جزءا من التأجيل أو الإلغاء ولن تمنح له الغطاء وفي بيان شددت الحركة على أن الانتخابات في القدس خط أحمر ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات من دون القدس وأشارت إلى أن الحركة لا تعفي الاحتلال من المسؤولية عن قرار تأجيل الانتخابات كونه المسؤول الأول والأخير عن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه بيان حماس أشار إلى أن الانتخابات بمراحلها الثلاث تشكل مدخلا مهما لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وكانت فصائل المقامة الفلسطينية قد أعلنت رفضها تأجيل الانتخابات برغم تحفظها على البدء بالتشعية قبل الرئاسية الفصائل شددت على ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية وصولا إلى تشكيل المجلس الوطني مع التأكيد التام على إجرائها في القدس وفي رمالة تظاهر ممثلون عن الكتل الانتخابية المختلفة ضد قرار تأجيل الانتخابات التشعية المتوقع أن يصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس بعد اجتماعه مع الفصائل الوطنية المتظاهرون وصفوا القرار بغير الشرعي معتبرون أنه يصادر الحق الفلسطيني قبل أن يطالب بتحويل الانتخابات في القدس إلى معركة مع الاحتلال وإيجاد بدائل للناخبين فيها رسالتنا اليوم أنه لا يجوز التلاعب بموعد الانتخابات لأي سبب كان فالانتخابات هي استحقاق الشعبي فلسطيني ليست من ولا مكرمة من أحد يعطيها للشعب متى أراد ويتراجع عنها متى أراد وفق مصالحه الفئوية هذا حق للشعب الفلسطيني ويجب أن يعطى لهم بشكل كريم يحترم كرامتهم يحترم إرادتهم هذا الشعب الفلسطيني قدم وقدم الكثير هو شعب مناضل قال كلمته الفصل في كثير من المواقف التي لا يستطيع أي شعب آخر أن يتحمل ويتحدى كما تحمل هذا الشعب فيجب على رأس الهرم الموجود في السلطة وفي السيادة الفلسطينية أن يحترم إرادة هذا الشعب لأن فلسطين ما هي إلا بشعبها وما هي إلا بأناسها الذين يجب أن تراعى حقوقهم كمواطنين نحن نريد حقوقنا كمواطنين فلسطينيين في هذه الأرض نقدم ونبذل كل ما نستطيع من أجل هذه الأرض هذا وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق البحر في وجه الصيادين منذ أيام بحجة إطلاق الصواريخ من غزة تجاه الأراضي المحتلة القرار الإسرائيلي يتسبب بمفاقمة أوضاع الصيادين الذين يعانون أساسا بفعل الحصار التفاصيل مع أحمد غانم على رصيف الميناء ورشة لصيانة شباك الصيد يقودها الرئيس جمال خطوة ليس الهدف منها الاستعداد لدخول البحر بل هي لتمرير الوقت فالصيد في بحر غزة ممنوع بقرار إسرائيلي حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة إجراء إسرائيلي فاقم معاناة الصيادين الذين يعتمدون أساسا على الدخل اليومي خمسة آلاف صياد يعينون نحو ستين ألف نسمة طالتهم تأثيرات قرار الاحتلال إغلاق البحر الذي يأتي تتويجا لسلسلة اعتداءات إسرائيلية على الصيادين كالقتل والاعتقال ومصادرة القوارب وتمزيق الشباك ومنع إدخال معدات الصيد ومحركات القوارب سياسة قمعية تستهدف تدمير قطاع الصيد بنحو كامل منذ العام 2006 وحتى الآن قوات الاحتلال قتلت 13 صياد أصابت 200 صياد اعتقلت 700 صياد ضمرت 180 قارب وصادرت 170 قارب وخربت الألاف من شباك الصيادين بمعنى أن الهجم الإسرائيلية هي لتدمير قطاع الصيد بشكل متدرج ومتدحرش وفضلا عن إغلاقها البحر بين الحين والآخر تتلاعب إسرائيل بالمساحات البحرية التي يسمح للصيادين العمل فيها للتضييق عليهم وحرمانهم قوت أولادهم وتؤكد مؤسسات حقوقية أن القرار الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يجرمها القانون الدولي ولسيما أنه يستهدف الأمن الغذائية لفئة تعد الأكثر فقرا في القطاع أحمد غانم غزة الميادين والآن ينضم إلينا من غزة رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في القطاع محمد أبو جياب أهلا بك أستاذ محمد إذن هذه المحاولة القديمة الجديدة بمنع الصيادين وإغلاق بحر غزة بأي طار وأي سياق بالتوقيت وهل هي محاولة جديدة لليذ راع المقاومة في قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ وما جرى في القدس والتضامن الذي عبرت عنه غزة مع القدس دائما من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتجاه الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة هو على الفئة الأضعف والأكثرها شاشة المجتمع الفلسطيني على المستوى الاقتصادي إذا ما تحدثنا عن طبقة تعتاش بشكل يومي كما جاء في تقريركم وهو هذا الواقع المعاش فعلا للصياد الفلسطيني في غزة نحن نتحدث عن ما يزيد عن خمسة ألاف صياد فلسطيني يعيلون ما يزيد عن ستين ألف إنسان في غزة هذه الفئة الأكثر حشاشة والأكثر عرضة للعقوبات الإسرائيلية حقيقة وهي التي تستسهل إسرائيل دائما التغويل حقهم إما بالمنع أو بتقليص مساحات الصيد أو حتى فيما يتعلق بالتغول على أعمالهم حتى في مترات السماح ونستمع بشكل يومي للاعتداءات على هؤلاء الصيادين الواضح أن الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي فقد كثير من وسائل القوة المباشرة ضد الشعب الفلسطيني تحديدا في غزة خشية من ردود فعل المقاومة على مثل هذه التصرفات الحديث اليوم عن لسان على لسان منصق الشؤون الإنسانية في الجيش الإسرائيلي عبر صفحته على الفيسبوك يقول بأنه مس بشكل مباشر الواقع الاقتصادي للقطاع السمكي في غزة ردا على الصواريخ وكاننا اليوم أمام تراجع في قوة ردع الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية وهذا جزء أصيل من المعادلة الجديدة في قطاع غزة مع الاحتلال الصياد الفلسطيني وقطاع الصيد الفلسطيني في غزة أصبح ضحية جديدة لعجز الاحتلال عن مواجهة القطاومة بشكل مباشر وهذا يضرب بشكل عميق للأسف الشديد على المستوى الاقتصادي وأيضا الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني في غزة نحن نتحدث أستاذ محمد يمكن القول عن سياسة ممنهجة للإسرائيلي بتدمير قطاع الصيد في قطاع غزة خصوصا بقطع الأرزاق عن العائلات التي تعتبر هي الأكثر فقرا التي فيها رب العمل يمارس هذه المهنة هذا هو الهدف الأساسي؟ يعني إذا ما شئنا نتحدث باستراتيجيات التوجهات الإسرائيلية في قطاع الصيد البحري وتحديدا هنا نتحدث ليس فقط عن مخاوف إسرائيل أو خطواتها الإسراتيجية باتجاه تقييد العمل في البحر المتوسط على سواحي الغزة ليس فقط في قطاع الصيد هي تريد القول أنه من غير الممنوع أن يتحرك أي فلسطيني في هذه المياه بدون إذن الاحتلال الإسرائيلي وهنا يمكن أن ننتقل إلى مدى سيطرتها المطبقة على الثروات الغازية ومتشطية في المتوسط مقابل سواحي الغزة هذا واحد من أهم استراتيجيات التغول الإسرائيلي على الموارد الفلسطينية ببحرها ومياهها وأيضا بثرواتها الطبيعية العنوان الضعيف اليوم هو صياد البسيط على المستوى الفلسطيني الداخلي فيها سواء نحن نتحدث عن صياد يحاول العيش ولا نتحدث عن أساطيل للصيد ولا نتحدث عن إمكانيات مهولة للصيد في قطاع غزة نحن نتحدث عن مراتب متواضعة كما تظهر الشاشة الآن نتحدث عن أقل نحن في قطاع غزة قد تكون سواحي الغنية بإمكانيات وأساطيل للصيد أعلى بكثير من إمكانيات ما هو موجود في غزة الحديث عن استراتيجيات العمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو إطباط أحكام السيطرة على مياه المتوسط مقابل سواحي الغزة ليس فقط في قطاع الصيد ولكن على رأسها أيضا قطاع ثروات الطبيعية والغاز وهذا عنوان السراع في المرحلة القادمة إذا ما شئنا نتحدث بأن الاحتلال اليوم سلم بأنه لا يستطيع التحكم بشكل مباشر في مجريات الأمور داخل قطاع غزة فهو يريد إطباط الطوق على محيط هابرا وجوا وبحرا أيضا هذا الحصار الاقتصادي بهذا العنوان أو هذه السياسة هدف الأساسي للإسرائيلي المكسب السياسي كما ذكرت والمكسب الميداني والعسكري بعد كل المرتراكم ما أنجزته المقاومة الفلسطينية في القطاع اسمح لي أيضا أستاذ محمد أن نعرض بهذه البانوراما بهذه السياسة القديمة الجديدة التي تحدثنا عنها وهذا النهج الإسرائيلي بضارب هذا القطاع استهداف صيدي غزة نحن نتحدث مشاهدين الكرام عن ألاف العائلات بغزة التي تعتاش من هذه المهنة من مهنة الصيد وما يحض بها من صناعة القوارب ميكانيك محركاتها صناعة شبك الصيد وكذلك تجارة السمك قبل ذلك كلها ما يجعل هذا القطاع من القطاعات البارزة المؤثرة في معيشة أهالي غزة المحاصرين تضاءلت المسافة المتاحة أمام صيدي غزة لممارسة مهنتهم فهي تتراجع من أكثر من مائة ميل في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته إلى أميال قليلة تراوح بين عشرين ميلا وثلاثة أميال وبحسب وكالة وفا فأن أبرز الأزمات التي يعاني منها قطاع الصيد بسبب الاحتلال هو عدم التزام الاحتلال حتى بالمسافات القصيرة التي يقررها لأسماح للصيدين فضلا عن الممارسات الإجرامية عبر إطلاق النار على الصيدين والتضييق عليهم واعتقالهم وبسبب هذا الحصار الإسرائيلي يعاني الصيدون من شح قطع الغيار وهم يمنعون من تصدير كذلك صيدهم أو تسويقه خارج قطاع غزة مثلا في الضفة الغربية فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات التي يسمح الاحتلال ببيعها للصيدين أستاذ محمد بسؤال صريح من يحمي صيدي غزة من قادر الآن إذا ما توجهنا إلى المنظمات الدولية في ظل هذه حتى المساحات المسموحة الآن التي هي مساحات قليلة جدا لصيدي غزة من يحميهم ما هي طرق يمكن اللجوء إليها لإيصال هذا الصوت وهذا نحن نتحدث عن الصوت الأعلى نتحدث عن 15 ألف عامل بقطاع غزة يعمل باللصيد للأسف الشديد نحن نريد أن نبدأ بالحديث لدى الجهات الرسمية الفلسطينية كسلطة فلسطينية سلطة فلسطينية لا تعيل هؤلاء اهتماما وكأن الأمر لا يعتبر بهذه الحساسية كما ذكرتم في ما عرضتم من هذه البيانات نحن لم نستمع يوما من الأيام إلى اعتراضات من قبل السلطة الفلسطينية بشكل مباشر لدى الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو حتى لدى المنظمات الدولية أو محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بمعارسة العقاب الجماعي على هؤلاء وهي جريمة بحكم القانون الدولي السلطة الفلسطينية بداية مقصرة وبالتالي الأداء الدولي على مستوى الإنقاذ كما تفضلت من يمكن أن يتدخل الإنقاذ هؤلاء بالتأكيد ستكون كل الجهود متراخية وبعيدة المنال إذا كان صاحب الحق لا يطالب بهذا الحق على المستوى الرسمي الدولي لكن نحن نتحدث أيضا بكل وضوح أن هذه الفئة داخل قطاع غزة أيضا هي مضطهدة ليس فقط على مستوى الحماية من اضطهاد الاحتلال وجرائمه واعتداءاته المباشرة وغير المباشرة نحن نتحدث عن إهمال حتى في مجال الإعانة وتعزيز الصمود والتطوير والتنمية نحن نتحدث عن غياب الخطط والبرامج الحكومية لتصليب صمود هؤلاء ولتدعيم وجودهم في هذه المهنة اليوم أنا أقول بكل وضوح كثير من هؤلاء والذين تربطنا بهم علاقات مباشرة بحكم الأعمال يتركون هذه المهنة وتوجهون إلى أعمال أخرى إما بفتح مصالح تجارية هنا أو هناك أو حتى يذهبون في أعمال بعيدة كل البعد عن تخصصهم وعن حياتهم وعن أعمالهم التي تورثتها من آبائهم وأجدادهم نتاج ما وصلت إليه الحالة للأسف الشديد من عمق الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة التي تمرس ضدهم وأيضا من عمق الإهمال الحكومي الفلسطيني ضد هؤلاء فلا يُعقل أن تغيب السلطة الفلسطينية والحكومات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة عن إسناد هؤلاء وإذا ما شئتي أن تجلي بأي مسؤول فلسطيني سيتحدث لك بأنهم يقدمون المساعدات لهؤلاء على سبيل الانتفال سبقتني بهذه النقطة أستاذ محمد لأننا نسمع الكثير عن مساندة هذا القطاع وصيدي غزة ونحن نتحدث عن مقاومين حقيقيين يعني دفعوا ثمن ذلك دماء شهداء استشهدوا كانوا دائما عرضة للتصويب المباشر للقتل الممنهج من قبل الإسرائيلي هل نتحدث بالفعل عن سياسات حقيقية ممنهجة بدعم هؤلاء هذه الطبقة التي هي تحت خط الفقر داخل القطاع المحاصر يعني بين نار الاحتلال ونار التجويع يمكن القول اليوم اسمح لي أن أضيف نار جديدة وهي نار الكورونا أيضا إذا ما شئتي نتحدث عن الإجراءات التي تتبع في سياق الحماية من هذا الوباء الحديث من أي مسؤول فلسطيني عن برامج وخطط تصمية موضوعة ليتم تطبيقه هو حديث غير منطقي وغير واقعي ولا يحظى بأي حقيقة ملموسة مطبقة في الميدان نحن نتحدث عن قرب مع هؤلاء وأنا أسكر في جوار واحدة من موانئ الصيادين وألتقي بهم بشبه يومي القول الفصل بأن الحكومات ليس لديها أي خطط أو خطوات أو حتى إجراءات تلامس مسألة التخفيف من الإجراءات الإسرائيلية تلامس مسألة تصليب صمود هؤلاء في سياق يعني إبقاءهم في هذه المهنة أو حتى توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش لهم في ظل إغلاق البحر من قبل الجانب الإسرائيلي لك أن تتخيل أن إحدى الوزرات الحكومية في رمال لا صرفت مساعدات تحت اسم هؤلاء لكن لم تصلهم هذه المساعدات بشكل مباشر القول على المستوى الحكومي رسمي كثير لكن ما هو موجود على أرض الميدان بعيد كل البعد عن دعم وإسناد هؤلاء والحديث الإجراءات إسرائيلية وعقود لم تنفك من سنوات طويلة ومن المتوقع أن تستمر سنوات قادمة في ظل أي فعل فلسطيني حقيقي لدعم وإسناد هؤلاء وأيضا غياب إجراء الدولي لما أن مسؤول الفلسطيني لا يهتم بهذا القطار الحيري والإسرائيلي الذي يساهل بشكل مركزي في توفير المواطن شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو جياب أعتقد تناولنا الموضوع بكل الزوايا النقاش وصلتنا عليها شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر أستاذ محمد أبو جياب شكرا جزيلا لك بلغت الأزمة السياسية في إسرائيل ذروتها مع إصرار رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو في جلسة الحكومة الأخيرة على تعيين وزير للعدل هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة وقاسية عليه أبرزها إبطال محكمة العدل العليا قرار التعيين مضطر نتنياهو إلى تعيين رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس وزيرا للعدل المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لمنال إسماعيل الدراما التي شهدتها جلسة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة لتعيين وزير للعدل مع إسرار رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو على التصويت على تعيين الوزير أوفير أكونيس بطريقة غير قانونية ضاربا عرض الحائط بتحذيرات المستشار القانوني للحكومة أفي حاي ماند البليت من أن التصويت والتعيين غير قانونيين أعاد التصديط الضوء على عمق الأزمة السياسية في إسرائيل من زاوية قانونية هذه المرة حيث القاسم المشترك بينهما هو أداء نتنياهو المحكومي بسعيه لتحقيق مصلحته السياسية والشخصية الخاصة الأمر الذي زاد الأزمة السياسية تعقيدا أعتقد أن نتنياهو بخطوطه هذه حكم على مصير نتائج المفاوضات لتأليف حكومة بديلة بسبب محاكمته أرد نتنياهو السيطرة على وزارة العدل والذروة كانت ما رأيناه في جلسة الحكومة التي علم كل الحلفاء المحتملين له خلالها بأنه مع نتنياهو لا يمكن الاتفاق على شيء ردود الفعل على تصرف نتنياهو في جلسة الحكومة جاءت واسعة وقاسية ومتعددة الاتجاهات حيث اتهمهم معارضوه بأخذ إسرائيل إلى حافة هوية الفوضى ومحاولة سحق مبدأ سيادة القانون عمدا وهو ما دفع محكمة العدل العليا إلى تجميد قرار نتنياهو مضطره إلى تعيين رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس وزيرا للعدل للخروج من المأزق إنما يفعله رئيس حكومتنا هو عمل من عالم المجرمين وهو يتصرف كأنه رئيس منظمة مافيا فهو يتجهل الاتفاقيات التي وقعها بنفسه ويخرقها بنحو منتظم لأن هدفه كان واحدا وهو الإفلات من المحاكمة نحن ندرك خطورة الوضع الذي تعانيه إسرائيل فهي أسيرة في يد رجل فاسد مصدر قضائي كبير قال لنا إن الأمر يتعلق بأزمة قانونية هي الأخطر التي تشهدها إسرائيل ونتنياهو نفذ عملية تخريبية ضد الديمقراطية وفيما رأى معلقون مقربون من نتنياهو أنه ارتكب خطأا الحقى دررا سياسيا به وصف معارضون له ما حدث بأنه لم يكن خطأا هدافا عدوانيا للديمقراطية محذرين من أن نتنياهو مثل ترامب في دائقته تحول إلى شخص خطير أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتا إثيوبيا مشيرا إلى أن أديسا بابا رفضت بعض الوسطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة وأكد شكري أن هناك تفاهما كبيرا لدى الدول الأفريقية تجاه قضية سد النهضة قائلا إن مصر لديها موقف واضح بشأن عدم إعاقة التطوير والتنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب دول أخرى وخصوصا حينما يتعلق الوضع بمياه النيل تتوسط التقرير لسلام العبيدي من القدس الصغيرة في شبه جزيرة القرن موسيقى القدس الصغيرة تسمية هنا تتجاور الكنيسة الأرثوذكسية مع المسجد الإسلامي والكنيسة اليهودي مع معبد فرقة القرائين والكنيسة الأرمانية مع تكية درويش لا أحد يعرف متى ظهرت تسمية القدس الصغيرة لكن المعالم الأثرية ودور العبادة تجعلان هذه المسألة ثانوية مسجدنا يعد أقدم مساجد القرم التي تنشط حتى الآن فقد شيده المعماري العثماني الشهير سنان عام 1552 أبواب المسجد مفتوحة أمام الجميع بغض النظر عن الانتماء الديني تجاور المسجد كنيسة القديس نقول صانع المعجزات الذي يحظى بمكانة خاصة عند أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ليس اعتباطا أن تطلق تسمية القدس الصغيرة على المنطقة السياحية في المدينة القديمة لأن الزوار يشعرون هنا كأنهم حجاج في الديار المقدسة هنا كل شيء يذكر بالقدس ويسود مناخ التسامح في القدس الصغيرة تجد أيضا كنيسا يهوديا يجاور كنسا لأتباع فرقة القرائن الذين يلتقون مع اليهود في المظهر لكنهم يختلفون عنهم في الجوهر المهم أن القدس الصغيرة تحاكي قدسنا السليبة وتبعث إليها بسلام القرب اليوم فسي فساء ملونة ونسيج من خيوط منسجمة فيما بينها إنه نسخة مصغرة من روسيا بلد المائتي قومية سلام العبيدي يوباتوريا الميادين موسيقى موسيقى والآن تذكير بالعنوية موسيقى وزير الخارجية الإيراني يزور سلطنة عمان ويلتقي رئيس وفدي صنعاء المفاوض محمد عبد السلام ويشدد على أنه لا حل للأزمة في اليمن سوى الحل السياسي لقاءات تنائية تسبق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا بشأن النووي الإيراني وموسكو تتحدث عن تفاؤل حذر موسيقى روسيا تطرد دبلوماسيين من أربع دول وليفروف يحذر من رد روسي قوي على أي محاولة أمريكية لتجاوز خطوط روسيا الحمر فصائل المقامة الفلسطينية تعلن رفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية أو إلغائها والاحتلال يستمر في منع صياد غزة من مزاولة عملهم في بحرها وسير الخارجية المصرية تهم إثيوبيا برفض الوسطات الدولية والأقليمية لحل أزمة سد النهضة ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية هذه النشرة انتهت في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى